في فقرة دائرة الضوء لهذا اليوم مثل ما ذكرنا نناقش كل ما يتعلق بالقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية أو ما يعرف بقانون التجنيد الإلزامي الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن مخلص لوطنه وتدريب المواطنين على حمل السلاح ومعرفة الأمور العسكرية تمكنه من الذود عن وطنه في حال تعرضه لا قدر الله لأي اعتداء لذلك نفرض العديد أو تفرض العديد من الدول ما يسمى بالخدمة العسكرية والتي تعرف حينها أو بعض الأحيان بالتجنيد الإجباري أو الإلزامي أو حتى الاختياري وحينا آخر بالخدمة الوطنية وحتى بالخدمة المدنية وقد تم قرار القانون 20 لسنة 2015 بدولة الكويت بشأن الخدمة الوطنية اتساقا مع مبدأ الدفاع عن الوطن عند تعرضه للمخاطر الخارجية لمناقشة هذا الموضوع معنا في الأستوديو المحل الأمني والعسكري الدكتور فهد الإشليمي حياك الله دكتور أهلا وسهلا والساعة المباركة الساعة تكبرك وسعيد بتواجدي في قناة المجلس واشوف ما شاء الله نشاط يعني اليوم ظهر في جلسة اليوم بالفعل هناك جلسة ما شاء الله يطن نشيز نعم الساعة المباركة يا دكتور وحياك الله دكتور خنتكلم بالبداية قبل أن ندخل في الأسئلة عن هذا القانون ولكن لماذا وجد التجنيد أو الخدمة العسكرية الإلزامية في جميع الدول سؤال جميل شوف التجنيد ما هو حديث الفراعنة كانوا يجندون عندما تتعرض الدولة واغليمها للخطر أنت عندك الموارد البشرية وعندك الموارد الفنية اللي هو السلاح بالتالي عندما تتعرض الدولة للخطر تقوم الدولة بحش طاقاتها من طاقاتها الشباب والرجال والأيضا النساء يعملون في أعمال مساندة هذا أيام الفراعنة حتى في الدولة الإسلامية كانت الأمصار إذا كانت القوة المواجهة للعدو ضخمة كان هناك نوع من الادرافتد من كل بلد أو كل قطر أو كل ولاية تعطي مجموعة من أبنائها للدفاع عن هذا الموضوع لأن تأطرت الدولة الحديثة طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية يستخدموه في معظم أوروبا في الحرب العالمية الثانية أيضا لهم الرزارف عملوا درافتد للناس لكن لو أردنا نطبقه في المفهوم المدني الحديث للدولة الحديثة أنت تعرف أن المؤسسة العسكرية واجبها أو دوزارة الدفاع في الدستور حمد الدفاع عن حدود البلد يعني هذا الشيء هذا هو الواجب لها تأمين الأمن الدفاعي بالتالي أنت محتاج إلى قوة الآن نأتي إلى مساحة الكويت 17852 كلمة مربع نأتي إلى سواحل الكويت يعني الساحل الكويتي 190 كيلو بينما الحدود البرية 495 إجمالا 685 كيلو متر يعني بالنسبة لعدد سكاننا مساحة يعني وأن كانت الكويت دولة صغيرة في عجبارات الدول لكن أنت تحتاج أيضا نحن مررنا بتجربة غاسية نحن مررنا بتجربة الغزو البعض يتحدث أن نحن ما استفدنا من التجنيد خلال الغزو صراحة لا يعني لم يكنوا دقيقين أنا كنت قاية سرية في الغزو وبعد الغزو كانوا معي اللي خدمني مع المتطوعين المجندين السابقين كان عندهم خبرة فكانوا يبلغون ينقلون مهاراتهم للشباب الكويتي المتطوع اللي ما عنده مهارة لأننا دربوهم شهر ووديناهم مصر تدربنا أيضا شهر على التدريبات الخاصة ورجعوا لكن يظل أنت محتاج إلى المجموعة اللي معاك فكان المجند السابق كأنه ضابط صف كأنه عنده خبرة أيضا الدول في حالة الحروب وتدخل عمليات نحن لا نريد أن ندخل في عمليات ولكن الآن لو تشوف الترند الموجة اللي صايرة الآن على الدول أن تكون قوية في حسابات الاستخبارات للدول أنت ترصد العامل البشري اللي تحت السلاح وترصد قوة الدولة وترصد تحالفاتها علشان يعني تبني قرار للهجوم عليها أو للضغط عليها وجود رافد بشري يعوض خسائر القوات المسلحة لو لا قدر الله صارت حروب والمعدل العالمي وهذا موجود في كلية القيادة والأركان الكويتية أن الكتيبة أو اللواء إذا دخل حروب حروب شديدة يخسر خمسة في المئة يوميا من مجهودة إذن بعد عشر تأيام هذا اللواء أو هذا الجيش سيكون خارج الخدمة كيف تستعوض؟ لازم تأخذ من الرافد البشري وتعوض النقطة الثانية كل الدول المجاورة إيران عندها تجنيد بالرغم من عدد سكانهم خمسة وثمانين مليون أو أكثر العراق عندها تجنيد وإن صار عليه جدل أخواننا في الإمارات العربية المتحدة قبل أمس دخلت الدفعة السابعة من قانون الخدمة الوطنية القطريين بدأوا في هذا بينما نحن أول ناس من ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين وحسب القانون ألف وتسعمائة وثمانين اللي صدر واللي ألغي الآن بهذا القانون كان هو التجييد طبعا كان هناك تعديل عليها هذه الوقفة هو للتعديل على القانون إذا نحن نحتاج أن نستقل شبابنا وأنا أقول لك خلال فترة الغزو أنا كنت موجود شباب الكويتي كان بدون تدريب يعني صراحة كانوا في المقاومة كانوا يمروننا البيت وفي حماس خليني أنا أخذ هذا الحماس وأستعير جهد الموظف اللي في أي وزارة لوزارة الدفاع للمؤسسة العسكرية لمدة سنة فقط أستعير هذا الجهد وأنقل له خبرات في نقطة مهمة في التجنيد قبل لا أخليك تسأل سؤالك الوحدة الوطنية لما يجيك واحد بيتهم بالضاحية وواحد بيتهم بصباح السالم والثاني بعلي صباح السالم والثالث بالجهراء من جميع طيال المجتمع نعم لاقي كل الناس تكون مع بعضه ها وسريرة نفس سريرة زميرة في نفس الهجة في نفس المثال اللهجة راح تتقارب المودة ها التجنيد يعزز يمثل ويعزز الوحدة الوطنية في دولة الكويت ممتازم دكتور خلن ناخذ هذا القانون الآن هو دخل حيز التنفيذ وطبق القانون ولكن من هو المكلف بأداء الخدمة الوطنية حسب القانون نعم كل من أتم الثامنة عشر يعطون أسبوعين عشان يسجل ويكون يستعد للخدمة العسكرية كل من كل كويتي طبعا شروط الصحية متوافقة عليه أن لا يكون معيل أو معيل لأحد المعاقين أو معيل لوالدته المطلقة يعني فيه أسئلة قانونية كثيرة لكن الإجمال الإطار العام الإطار العام كل كويتي ذكر بلق سن الثامنة عشر القانون يعطيه أسبوعين للتسجيل في المؤسسة العسكرية بانتظار دوره أو دكتور 18 فما فوق نعم إلى سن 35 طيب كلمة معيل هنا معناها أنه يكون عنده أطفال متزوج ولا معيل لا هو حسب الغانون نعم إذا كان مطلق وعنده أولاد لم يبلغوا سن الرشد ممكن يؤجل يعني يسجل لكن يؤجل إذا كان يعيل أم المطلقة وهو الوحيد لها ممكن إذا كان يعيل أحد المعاقين من أخوانا وهو المعيل الوحيد ممكن يؤجل إذا كان هو المعيل الوحيد للأسرة يعفى يعني القانون الحقيقة مرن ووضعوا الأعضاء يعني بشكل مرن بحيث أنه يقطي كل الأعذار اللي كانت موجودة في المرحلة السابقة واحد يقول لي كان أهلي ما عنده محد فكان القانون السابق كان فيه شوية مطبات لكن استطاع المجلس ممتاز متى راح يطبق هذا القانون دكتور أنا أعتقد في يونيو في شهر يونيو القانون حتى أحد الجرائد ذكرت أن 12 ألف راح يكونون جاهزين أنهم يبلغون الثامنة عشر طبعا إدارة أو حيئة المعلومات المدنية مطلوب منها في منتصف كل عام أنها تعطي أو ترسل لوزارة الدفاع كشوفات الكويتيين الذكور الذين سوف يبلغون في 18 سنة علشان الكويتيين يبعثون على حسب العنوان يبعثون البلاغ أنك أنت أكون مستعدة للتسجيل أو التكليف بالضبط نعم يبقى عندنا أيضا سؤال بالفعل الدكتور يقول لك أنه ما يختم في هذه الخدمة أو الخدمة الوطنية لن يتمكن من عدم الحصول على وظيفة في الجهات الحكومية صحيح هذا طبعا وهذا كان موجود في التجنيد الإجباري يعني إذا جيت تتوظف يقول لك عندك إذن تجنيد آه عندك إذن تجنيد أي أو تبرز لهم الكرت الآن حتى في القانون الله ما أذكر المادة بس إن شاء الله تكون موجودة عندي أنه طبعا مدة الخدمة 12 شهر على فكرة 12 شهر 12 شهر وإذا لم يجتازها يزدون ثلاثة شهور راح تصير 15 شهر لكن حتى في القانون هي المادة 27 نصت أن هذه الخدمة الاحتياطية لكن المادة الثالثة تفضلتها يشترط للتعيين عبر الوظائف الحكومية أو غير الحكومية أو منح ترخيص تجارة على تقديم شهادة داء الخدمة أو تأجيلها أو لعفاء منها وتكون الأولوية للتعيين لمن أدى الخدمة يعني يعطوه بريفليج أنت أديت الخدمة خلاص يعني على أغل أنت عندك بريفليج أو عندك أولوية للتعيين وهذا الحقيقة الشيء زين أنه في التالي وأيضا في عقوبات أكيد يعني أنت لما تتخلف غير العقوبات الإدارية في الوظيفة وعدم الحصول على وظيفة وعدم الحصول على مزاولة رخصة تجارية في أيضا عقوبات فيها قرامة وفيها حبس حتى ليعيق الشخص مثلا أنت رب عمل وعندك موظف تقول لا تروح ولا شيء قد يواجه بتهمة بسجن اللي هو رب العمل أو من يعيق أي شخص يريد أن يخدم التجنيد بقرامة وحبس أو بحدهاتين أكيد دكتور أيضا مدتها مثلا ما تفضلت 12 شهر صحيح ولكن هل هي متساوية لجميع الشهادات الدراسية ولا راح يصير فيه تفاوت ولا تجنيد لا تجنيد واحد لا لا أعتقد هم عملوا فارغ بين الثانوية العامة فما دونه بين الجامعيين وأنا ما قدر أقول لك بصراحة بالتحديد لكن القانون حددها 12 شهر أي يمكن للجامعيين ما أذكر هذه النقطة ولا أريد أن حقيقة أتحدث فيها إذا لم يتأكد منها لكن إجمالا الخدمة بشكل عام هي 12 شهر أعتقد التجنيد السابق لأن أنا أبنى أنا على التجنيد السابق لأن أنا كنت ضابط فيه ومسكت مجندين ومسكت متطوعين كان مفيد والله يعني اللي كان يقعد الساعة 11 يلاقي الساعة 5 الصبح صلي الفجر وقع لابس درينك سوتا يروح يلعب رياضة بالتالي هذا السلوك على شاب عمره 18 سنة مقبل على الحياة سواء كانت حياة جامعية أو حياة وظيفية أهلا أنه إيجابة الحقيقة أيضا التنظيم أنت عندك توقيتات توقيت ومكان يجب أن تكون موجود في الساعة الفلانية في هذا المكان فتجد دائما فيه بالوقت يا جماعة يا جماعة دائما هذا شيء احنا عشنا من واقع خبرة وشفنا أولادنا والآن نتمنى مش عقابا للآخرين ولكن احنا صحاب خبرة فيه ونتمنى إن شاء الله أن شبابنا يستفيدون بإذن الله دكتور بحسب خبرتك وأنت يعني مثل ما تفضلت أنت أيضا مسكت في هذه وخطت في هذا الموضوع ولكن شون يصير توزيع المجندين يعني راح يروحون المعسكرات ولا راح يتم إنشاء معسكر خاص فيهم يعني هل راح يروحون مثلا للأماكن الحيوية نعم لوحدات الدفاع ولا والله أسألتك في صميم التخصص لكن اللي أعرفه أن التوزيع يتم بأمر من رئيس الأركان العام نعم وأنهم أخذوا بعين الاعتبار تخصصات وهذه أحد النقاط اللي يجب أن نتلافع يعني واحد فني أسنان طيب تعطيه بندغية وتخليه حارس على البرج بينما ممكن يفيدك في طب الأسنان واحد محامي أو واحد دارس عنده دبلوم في أي شغلة معي في الألكترونيات نعم ما تخلي يعني حقيقة كعسكري مقاتل تخليه في قسم الألكترونيات أيضا نعتقد أنهم راح يأخذون بعين الاعتبار البعد الجغرافي يعني ما يجوز أن تساكن في الدائرة الخامسة وتروح تداوم في المطلاع ولا وراء يعني فيه بعد جغرافي هذه ترى أنا أعتقد أنا كنت ضابط سابق كل المسؤولين يحاولون أنهم يذللون هذه العقبات أنت عايش في المنطقة خلينا نخليه قريب عند عمله يؤدي عمله ونخليه يعني نفسه مفتوحة بدل ما أن تتوديه لكن فيه نقطة ثانية أيضا المناورات العسكرية التدريبات تخلي أبناء البلد يعرفون وطنهم يعني فيه واحد أسأل أقول له وين الأطراف البعض بيهز الكراسة لأنه فعلا ما رأح الأطراف لكن لما يتوزع فيه وحدة عسكرية أو يروح فيه تمرين يعرف البعد الجغرافي للبلد وهذه استفادوا منها الشباب المجندين اللي خدموا في الدفاع الجوي تلاقي يعني ما لهم شغل في البيئات اللي في السحرة لكن قاموا يدلوا وقاموا يعرفوا لأنه موقع هناك وقاموا يروح بالبر فكان هذا يعني بعد اجتماعي آخر أضيف للأكيد دكتور حديث جدا شيق وخصوصا من لأنك انت عايشت هذه الفترة وأيضا عصرت هؤلاء المجندين لذلك رح ناخذ فاصل كصير ونرجع نستكلم الله بركتك بالفعل عودة لكم مرة أخرى عزيزة المشاهدين والحديث حول التجنيد الإلزامي أو قانون الخدمة الوطنية أيضا يعني في هناك بعض التساؤلات على هذا القانون الجديد ولكن خلي شوي القانون الجديد أبي أرجع للقانون القديم قانون 79 هو القانون دكتور نعم نعم طيب اللي صدرت 89 شنو المثالة اللي كانت بهذا القانون اللي استدعى بالفعل أنني بقانون آخر والله شوف كل قانون كويس يعني في وقته أيضا القوانين تحتاج إلى تطوير أكيد تحتاج إلى مراجعة وأيضا حتى القانون إذا أسيء استخدامه يأخذ بالسلب ما يؤدي حاجاته أكيد القانون السابق كانت فيه يعني جزء هناك نوع من المحسوبية في ناس كانوا يعطونها دفترها والداوم وفي ناس لكن إجمالا صراحة يعني إذا كانوا 30% في بيوتهم ففي 70% من أبناء الكويت موجودين في الوحدات لكن القانون يقول لك وحتى الدستور العدالة لازم تكون على الجميع أكيد أكيد هذا الشيء اللي إحنا نريده في القانون الجديد قانون سبعة أربعة لالفين وخمسة عشر ما نبي ولد فلان وفلان يطبق على الكل الفقير المسكين اللي ما عنده واسطة يقعد يدق بالميدان واللي عنده واسطة ريلة تعورة لا حقيقة هذا شيء يناقض الدستور وبالتالي الناس سوف تتحدث والإعلام سوف يتحدث النقطة الثانية يعني أبناء الأسرة الحاكمة ترى لهم رمزية وجودهم في التجنيد أو في أداء الخدمة الوطنية يعطي دفعة معنوية لأبناء الشعب فأتمنى أنهم يكونون في مقدمة الصفوف مثل الإمارات أبناءهم وموجودين أبناء الأسر الثرية الأسر اللي الناس تعرفها هذا ولد فلان وهذا فلان لا بد يكون موجود ما يجوز الدفاع عن الكويت واجب على الجميع أكيد مو على الفقير والغني يقعد ببيته لا بالعكس الغني المفروض المؤثر هو اللي لازم يدافع عن هذه البلد لأنه كرامته وتقديره وحبه ومصالحه في هذه البلد دكتور أنت أيضا كنت شاهد على هذا هذه الوحدة الوطنية وهذا التلاحم أثناء فترة الغزو اللي الله لا يعوده إن شاء الله ولكن أنت كنت شاهد على هذا بالفعل هناك الغني والفقير وأيضا الجميع كانوا شوفها الكويت عموما نحن ممكن نختلف مع بعض نعم ونتصايح ولكن في النهاية أول شيء بيننا الاحترام أكيد بيننا حب القيادة السياسية حب الوطن احترام الناس يعني هذا شيء مهم فيه اهتزازات بسيطة لكن يعني الكويتيين منذ القدم وشيباننا يسولفونا وإحنا شاهدنا والآن نسولف إلى أبنائنا أنه قد يكون فيه اختلاف في الرأي لكن لما تصير وقت الفزعة كل الناس توقف وهذا مواقفة كثيرة ترى منذ 1920 منذ تهديد الكويت كتهديد رئيسي للدولة الحديثة اللي بناها الشيخ مبارك ومنذ تهديد الكويت عندما كانت صقيرة في معركة الرقة نعم وإلى أن وصلنا إلى تهديد عبد الكريم قاسم في 1961 الكويتين طلعوا بالشوارع وطلبوا من الطوعين لكن كانت العملية فزعة عطوا سلاح وعطوا بندغية وروح ما فيه شيء منظم الآن نحن تقدم الدولة الحديثة هذا المشروع عشان الأبناء لما تحتاجهم الدولة يكونون جاهزين وأيضا هذا اللي معاه السلاح يكون مسلح وعارف فتجد في غانون الخدمة الوطنية أو بالتجريد عمونا الخدمة العسكرية تجد حتى تبنى صداغات أكيد اللي ما يعرف الناس اللي قاعد من عزل بدوانيته في منطقته أو في محافظته لا يعرف فلانه يكون جاره يكون مريضه يكون يساعده راح تصير فيه اللي يسمونها الكومردز هود الزمالة الزمالة اللي مع بعضه يركضون مع بعض الصبح هذا يقرب أكيد أبناء البلد أكيد دكتور سؤال عسكري بحث هل بالفعل يعطى المجند رتبة عسكرية وهل يتم الاحتفاظ فيها إن تم أعطاه هي يعتقد أعطوهم أنا بالتجريد السابق أنا الجامعين ملازمين على طول واللي ما يجتاز زورة الملازم يحطونا رقيب أي ويحتفظ فيها يظل يرجع يجينا كانوا يدومون عندنا بنفسه يتبلي عليه رقيب واللي عليه ملازم ولأنه يتخرج من الكلية العسكرية وهذا شيء مهم لأنه هو احتياط ضابط احتياط على فكرة يقعد يقعد فترة الاحتياط عشر سنوات أو أن يبلغ خمسة واربعين سنة أيهما قبل أيهما قبل أيهما قبل أي بالتالي وأيضا هو لما يخدم ويخلص فترة اثنى على الشهر لحق إجازة يمكن سبع تأيام أو شيء من هذا القبيل وبعدها يجي كل سنة شهر شهر يخدم يروح الوحدة هنا الفارغ بين النظام القديم والنظام الجيد أتمنى على المسؤولين في وزارة الدفاع أنهم فعلا يستفيدون منطقات الشباب ترى الشاب الكويتي والشابة الكويتية ودهم يعملون لكن خلك منظم معاه خل يعرف منين يبدأ ومنين ينتهي وخل تكون فيه مسواة لأنه دائما شمعنا ولد فلان هذا موجود بالتالي أنت لما تطبق على الجميع تفتك بالتالي أنا أقول للأخوان القادة يعني والضباط اللي راح يستلمونهم جماعة هذه لك كل هم أبنائكم ولا تفرقون بين فلان أو فلان لأنه إذا فرقت راح تحجي الناس عليك خليك عادل علشان الناس تنصفك أكيد أكيد دكتور يعني خلنا نبعد نبعد شوية عن الدكتور فهد الشليمي المحلل والخبير العسكري والأمني ونروح لدكتور فهد الشليمي رب الأسرة نعم الآن ماذا يمثلك هذا القانون خصوصا للأجيال القادمة أنا عندي ولد ودخلت الجيش ملازم فهو يستمر إن شاء الله أكيد بإذن الله أنا أعتقد رب الأسرة راح يشوف تغيير في ابن الشاب شفناه على عياننا أول ما يدش وبعد خمس شهور شوف أول ما يدش الكسل عدم الاهتمام مو كل الشباب لكن هذا طبع يعني يعني ما هو متعود لكن لما يدخل لما يطلع راح تشوف نظرته تتغير توقيته اهتمامه بالوقت مهم جدا اهتمامه بأداء العمل لأنه هي تربية هي تربية وسلوك وتقدم لهم طبعا البعض يقول شليمي يعطي صورة وردية أنا شليمي تقاعد ومشي أنا قاعد أن نقل خبرة موجودة وقانون موجود وكل ابناء الكويت ابنائي وأتمنى أنه حتى يشمل اختياريا البنات يعلمونهم في الاتصالات في الاسحافات الأولية في أعمال الدفاع المدني احنا عايشين برخة لكن ما تدري شفت الدول اللي حوالينا كانت عايشة في رخاء لكن قد تتغير الظروف وبالتالي على الدولة أن تكون مستعدة نعم وأيضا وجود أعداد فخمة تحت السلاح للدولة تجعل الطرف الآخر يتردد أنه يقوم بالهجوم أو أنه يقوم بأي عمل أدائي أيضا أبنائنا لما يتعلمون في التجنيت راح يميز ما بين الدبابة والمدرعة ما بين المدفع والرشاش الثقيلة والمدفع الخفيف ما بين الراجمة وما بين المدفع تصير عنده ثقافة اللي حالة لما تسأل أي واحد شاب ما عنده تدريب يشوف لك مدرع يقول الله دبابة لا فرق المدرعة ذات المدولبات الدبابة ذات الجنزير يعني تجد فيه ثقافة أيضا أنا اللي يهمني أن يكون هناك عامل الانضباط في الوقت وأداء العمل هذا راح ينعكس عليه في عمله المستقبلي في الجامعة اللي يدرس فيها في تربية الأولاد في التعامل حتى مع الآخرين ترى صعب الواحد يجيبه من بيته وتعطيه أوامر أنه يوقف ثابت ما يتحرك إلا لما أنت تعطيه أمر رحي أنه يستديري مين في الوقت اللي هو يريد أن يستديري سار هذا نوع من تطويع وترويض النفس بالتالي هذه تعطيه ساعة صدر يتحمل ورح يواجه في الحياة مشاكل مثل هذه بالتالي انت لم تأهله بالتدريب التدريب العسكري يكون تحت الضغط قليلا يكون مرهق ساعات نوم قليلة لكن تصل بعود الرجل يعني وهذا موجود ترى مش في الكويت كل مدارس العالم حتى أطني في أمريكا في كل مكان كل مدارس العالم بالعكس قانون اللي عندنا واعتقد المسؤولين الضباط العسكري يريدون إنجاح هذا الغانون وإراحة الشاب بحيث أنه ينجح ويستفاد منه أهم شيء أنه يوضع منظم تخصصه هذا أهم شيء فني ألكترونيات وتحط لي حارس على برج أجيب فني ألكترونيات وحطها على الدفاع الجوي في الدائرة الفنية والألكترونية أو في دوائر الصواري فهو التخصص أهم شيء هذا أهم شيء صراحة للاستفادة منه مستقبل أيضا تعلمون الرماية مش بس يرمي الرماية العشر طلقات لا يعني الرماية مهمة بالتالي تكون فيه تدريبات وتأخذ بجدية وهذا مسؤوليته تقع على الضباط وعلى ضباط الصف وعلى زملائنا اللي في القوات المسلحة الآن رح يصرفهم الوقت يصرفهم الوقت لأداء كل هذه المهام برنامج موجود أول خمسة واربعين يوم هذا رفع لياقة وتأهيل وتعليم بسيط على المسير بعدها خلاص يعني بعدين هذين الناس متعلمة اللي جايتك يعني يعني وإن كانت تأدي واجبها لكن نأمل من الشباب أن يستفيد خليه يعتبرها كأنه طالع في يعني رحلة لمدة سنة يستكشفه بعدين ما رح يروح بيطلع الخميس والجمعة لها لا أو يعني الخميس والجمعة والسبت يعني ما رح يروح بعيد والغانون حط فيه استثناءات كثيرة وعطى تأجيل اللي بيدرس الجامعة يعني هذه من الأمور الحقيقة المشرفة أكيد وشوف أبنائنا في الإمارات والله أنا رحت مرة مع ضباط في الإمارات زرنا موقع لهم خارج البلاد خارج البلاد رحنا أريتيريا في قاعدة إماراتية هناك تفاجأت ولا مورريني أربعين مجند فني طيران قالوا هذين مجندي مهندسين طيران ودخلناهم الآن يصينون طائرات الإمارات ممتاز كموقف في فخر أكيد وها واربعين يوم جالس يعني مهمتها يجلس أربعين يوم وبعدين يبدلونها بوجبة ثانية أو مجموعة ثانية تؤدي هذه هذه الدولة ترى لازم يشلونها أبنائها أكيد لازم يوقفون معاها لازم يحيونها دماء جديدة هذا التجنيد يدخل دماء جديدة في الدولة بشكل كامل أكيد دكتور أيضا يعني أنت ما شاء الله من أحد الأشخاص كنت من السباقين والمبادرين يعني من 2009 ما خانتنا الذاكرة ولكن فعليا من 2009 أنت أيضا تكلمت وناديت وطلبت بهذا القانون صحيح؟ صحيح وجدت أنك أنت محتاج أنت محتاج إلى قانون يستفيد من أبناء من أبناء البلد ويضخف المؤسسة العسكرية تستعيره المؤسسة العسكرية على سبيل الإعارة واستخدام مجهودة بشكل إيجابي لخدمة الدولة وخدمة المؤسسة العسكرية والدفاع عن بلده والدفاع عن أهل ففي 2009 كتبت مشروع أول ما طلع قانون الخدمة الوطنية ووضعت منظور الحقيقة منظوري يختلف قليلا لكن يعني اللي وضعوه هو بعد خير وبركة أكيد إن كل من بلغ 18 يخش التجنيد وصل 18 سنة خلصت نتاج الثانوية شهر 9 البس درس وحط البريه ولبس البستار ورح أرول يعني هذا كان المنظور اللي عندي كل طلبة الثانوية طبعا هل عندنا أكثر من 25 ألف يتخرجون الشيل 20% من صحة ومن أشورة أخرى ومع أمور استطلاعي بالتالي لما يدش 18 سنة ويدرب لي مدة ستة شهور بعض يقول طيب كيف الطوفة الجامعة يخش الكورس الثاني يخش الجامعة منضبط متعود عارف السلاح عارف كذا التجنيد أو القانون الخدمة اللي ظهر وافق على مجلس الأمة وقدمت الحكومة هو يعطيه نفس فكرة التجنيد السابق أنه من 18 كل من 18 يسجل لكن في النهاية هو استخدام الجهد الأمثل ووضع الشاب الكويتي في ظروف صعبة بسيء يعني قليلا اختباره ونشوف معدنة طيب وأيضا تغيير عيشة الرفاهية اللي احنا عايشينها إلى عيشة تكون فيها نوع من الخشونة نوع من الخشونة هما كلهم رجال يجيك واحد يقول لك والله اللي ما ربه أهله ما يربيه الشارع لا اللي شارع الحمراء عدل ولا لا غانون انطفتها عاغبك الغانون طبيعي وبالتالي حتى اللي فيه تعليمات الأوامر العسكرية اتخالفته عاغب البعض يقول وانا شفت للمرحوم أحمد الربعي مداخلة لما قاعد أعمل هومورك لي ان احنا دولة صغيرة وان احنا يجب ان نحتفظ بجيش صغير قد يكون صحيح السابق الآن على الانسان اللي لا يعني لا يجب لا يجب على كل كويتي ان يقول نحن دولة صغيرة وضعيفة لا ما احنا ضعيفين احنا رجال وعندنا رجال فيهم خير وبركة وجربناهم في حروب دولة الكويت دخلت ثلاثة حروب دخلت حرب سبعة وستين بجيشها وراحت الجولان بجيشها ودخلت حرب ثلاثة وسبعين بجيشها وخضنا حرب الف تسعمائة وتسعين بالرغم من احنا ما كنا جاهزين ولم تكن هناك استعدادات وخضنا حرب التحرير وخضنا حرب البناء وشفنا شبابنا وشفنا رجالنا كلهم خير وبركة صحيح يعني هذا شيء لا يجب ان احنا الحقيقة نقول دولة صغيرة النقطة الثانية البعض يقول والله يخلينا نعمل سياسة التحالفات التحالفات تنتهي شوف الموقف الان امريكي وانسحابه من المنطقة اي رئيس امريكي غير السياسة لا الدولة بسواعد ابنائها وعلى قادتنا انهم يدعمون هذا التوجه احنا ما احنا ضعاف احنا عندنا رجال وفيهم خير وبركة والشباب الكويتي اثبت خلال الغزو الشاب هذا المرفه كان يخبز ويعجن ويرمي ويشيل الزبالة ويساعد الجيران هذا هو المعدن اللي حنا نريده طيب دكتور خلنا اخذها من جهة مغايرة شوي بعض يقول لك ان الوطنية الوطنية هي انتماء ولا تدرس ولا تعرف انما الشخص ينولد وعنده هذه الوطنية والانتماء لهذا الارض فبالمقابل ايضا عندنا احد الشواهد اثناء فتحة الغزو كان حتى اللي لم يدخل التجنيد قام ومسك سلاح وقاتل وخبز وسو كل الامور بحالة حال المجند صحيح اليوم ليش ما نخلي التجنيد اختياري لمن يريد الخوض خوض هذه التجربة بالمقابل لا سمح الله لذا صار فيه حدث طارق ترى المجند وايضا غير المجند راح يوقفون لنا بالنهاية عند النزعة الوطنية وعند حب الوطن اولا هذا المجند اولي لو خلنا اختياري وطلبنا ناس انت تحتاج وقت عشان تدرب الناس هذه مو تشيله من بيته وتعطيه سلاح تقول ايرم انت محتاج وقت وهذا فترة التدريب من ثلاثة الى ستة شهور نقطة ثانية فيه اسلحة موجودة تدريب التخصص يسمونه انت محتاج ايضا تخليه تخصص اللي على منظر الدبابة اللي على المدفع اللي على الرشاش عيار خمسين ما هي انه والله هاته وعطه سلاح مو شرط يحمل بندغية صحيح المجند قد في كفاءة الفنية اذا نال تدريب رح يكون افضل من الشخص اللي تقول والله وقت الحاجة اجيبا وقت الحاجة ما عندنا وقت ليش ما عندنا وقت لان الحجم الجغرافي لدولة الكويت سقير العمق الجغرافي العمق الاستراتيجي عندنا سقير احنا كل شبر يروح من عندنا يأثر علينا صحيح لا نستطيع حسب نظرية الدفاع ان نقايض الوقت بالمسافة لا نحن لا نقايض لا وقت ولا مسافة احنا ندافع ونصمد الى ان يدعمونا دول مجلس التعاون الخليجي وهو دائرة الدفاع بعد القدرات الذاتية مجلس التعاون الخليجي بعدها العرب وبعدها الاصدقاء وبالتالي علينا ان نصمد في فترة معينة بحيث ان تستكمل الحكومة اجراءاتها الدبلوماسية والسياسية للحصول على الدعم اعطيك مثال اخر البعض يقول احنا عندنا معاهدات لا يا اخوي ترى ما عندنا معاهدات احنا عندنا شي يسمونا صوفة status of foreign forces agreement اتفاقية مرور قوات لاحد لاحد يقول والله احنا عندنا وعندنا تسهيلات لكن احنا لسنا عضو في حلف الناتو وحتى تركيا اللي الان في حلف الناتو لما طلبت دعم حلف الناتو تراخة حلف الناتو عليها اذا لا يجب ان نجعل وطننا رهينة للأهواء السياسية والمصالح السياسية والتقلبات السياسية لا يجب كان عندنا الرئيس بوش ويشعر بتعاطف مع المنطقة وعلاقة ودية يجي الان الرئيس ترامب انت سمعت تصريحات رئيس الامريكي المنتقب ترامب يقولك اذا كانوا يبون ندافع عنهم خليه ندفعون نصف اموالهم لا احنا ندفع نصف لمعنا وندافع عن بلدنا هذه الناس تحترمك لما انت دافع عن بلدك بغدراتك وتاخذ اجراءات مو بضرورة نخش حرب لكن مهم جدا ان احنا نستعد ايضا هذه المجندين او هؤلاء المجندين هذه الدفعات ليس من الضرورة تخش حرب لكن تساعد في العملية الدفاع المدني يوجد استخدامها مع وزارة الداخلية هو يدرب على السلاح واحد طبيب يعني تبي تعطيه مسدس يحرف لا يبي ينقذر واحد ناس وظيفة اهم واحد طيار مدني على الأقل يطير الطيارات الاسكرية او تستعين فيه جهته يعني القانون كان واضح انا اللي اقصد ان حتى الجماعة اللي ليس لديهم المهارات والشهادات العالية يستخدم في الكوارث تصير كارثة المجند المدرب او الفرد المدرب افضل من الفرد الفرد القير مدرب طيب هنا فيه سؤال مستحق الدكتور المدرب او المجند ممكن ان يقوم بمهام الدفاع المدني في القانون اجاز للدولة ان تستخدم جهوده للقيام باعمال بعمليات حماية الامن الداخلي لا سمح الله في حالة اي 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 الامن الداخلي والمساعدة في الكوارث يجوز استخدام المجند هذه العسكر لما يدخل معاك في داخل اللواء احنا نعامل معاملة جندي هذا رجل عسكري يداوم الصبح ويلعب رياضة ويدي تحية ويفك سلاحة وينظف السلاحة اذا وبعدين ابن البلد يشرك بالفخر والزهو هذه هي الكويت اللي احنا نريدها الدولة لا يبنيها الا اولادها ما يبنيها تقبلون يعني يجي بريطاني ولا امريكي يقول والله خالص انا جاي يدافع عنك ما فيها مرجلة ولا فيها رجولة الدولة يحمونها ابنائها هذا المضموط ما هو يطلع لنا واحد يقول والله اذا دفعتوا لي فلوس انا راح ادافع عنكم يعني موقف معرج لا عندنا شباب وعندنا بنات وعندنا يا اخير العنصر النسائي في الغزو فيه فيه بنات استشهدوا وفيه بنات حملوا السلاح وفيه بنات ساعدوا بالتالي العنصر الكويتي هذا مطلوب بعدين عندنا اخواننا في الخليج نفس العملية نتوائم معاهم بالفعل دكتور يعني غير عن القانون بالفعل تحليلك السديد لهذه الأمور وللحالة خنقل حالة التجنيد وماذا سيجني المجتمع وليس فقط الشاب من هذا التجنيد فكل الشكر لك دكتور فهد على هذا على هذا الحوار الجميل احظى الحوار الواقعي المتزن فبالفعل قواك الله دكتور ونتمنى ان شاء الله ان نلتقي فيك في يعني بعد ما يقرون ان شاء الله راح ألتقي فيك ان شاء الله مرة أخرى كل الشكر لدكتور فهد الشليمي المحلل العسكري والأمني وحديث حول التجنيد الألزامي أو قانون الخدمة الوطنية قواك الله دكتور بارك الله فيكم ونحن نتمنى التوفيق لأولادنا ونوصي إخواننا الضباط اهتموا فيهم علموهم اللي ينفعهم واعتبروهم كلهم أولادكم المساواة حسب الدستور الكويتي تضمن نجاح القانون